اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الايام الاولى لحكمه ولا هتبقى ملف منسي فترة كده يعني انا سمعت سمعت احد المرشحين المشيرة عفتح السيسي اتكلم في الرياضة تحديدا ما سمعتش الاستاذ حامنين صباحي اتكلم في الرياضة وقال يعني قال كلمة شاملة واتمنى انه المعاني العميقة بتاعتها لانه قال امن قوم بما فيها بقى اخد كل حاجة بان ازاي صحة الانسان وازاي يكون في الرياضة والرياضة بتزكي النفس وبتطور العقول وبتعمل جسد ناضج يفكر كويس فلو دخل لو خد الكلمة بمفهومها اعتقد انه هيعمل تفاصيلها بشكل كويس جدا لانه مفهوم الرياضة في اي مجتمع متقدم عنوانه الرياضة عنوان البلاد الكبيرة المتقدمة دايما بتلاقي في الوجهة الرياضة الابطال بتوع الاولمبيات الفرق اللي بتوصل في الكاس العالم الفرق اللي بتلعب في النهاء الاوروبي والنهاء بتلاقي الملوك بتحضر بتلاقي رؤساء الوزراء بيحضروا بتلاقي فيه اهتمام بشكل كبير جدا لانه عايز اقولك انه هي واجهة حقيقية يعني واجهة حقيقية ملموسة مش لان فيها ارقام وفيها تحقيق نتائج فيها اهداف لازم تسعى لها عشان تسعى الهدف ده لازم تبزي الجهد لازم تخطط كويس لازم تستثمر كويس الرياضة شاملة فيها كل حاجة المايك مايروح لصديق دكتور متحة العد عايز اقولك الرياضة في الستين سنة اللي فاده كان الحاكم بيوظفها للاحتفالات ممكن ناخد هاني رمزي يا استاذ هاني معانا الفنان الكبير استاذ هاني رمزي وهو مش مجرد فنان ايضا له باع طويل في السياسة وفي وفي حرية الرأي والدفاع حرية الرأي ازاك يا استاذ هاني اهلا يا دكتور ازاك وزاك كل اللي معاك ازاك يا استاذ محمد اهلا بيك ازاك استاذ هاني وازاك كابسن شبير هنو يا جميل ازاك وازاك كابسن بيه ازاك يا استاذ هاني وعكون ناشط سورتو دامة بي بوين مهتم يعاني حرستب علي ان انت تروح بادري تنتاقب النهارده او النهارده التوضحي بادري الحقيق او ان小時 trze والحقيق المصريين الواحد يعني فخور بيهم والحق بقال ان الجيش والشرطة النهاردة عاملين ملحمة وطنية غيرها سيطرة امنية رائعة بالحب لأ وبيراحة بالصغير والكبير والزباط والعساكر وامناء الشرطة وامناء الكل اللي كانوا واقفين الحقيقة بالحراسة مش مجرد حراسة طاقت ده حراسة ودرحاد وده شعور الحقيقة الواحد ما شافوش قبل كده يعني هاني الجيش والشرطة شايف انه دي بداية للعودة بداية العودة البلد بداية العودة الناس لبعض الجيش كانوا واقف على رجله تماما جيل بعض حاول يطلع كلمة العسكر اللي قزيتنا كتير جدا الشرطة بعد 25 نار كانت فيه ازمة عنيفة جدا وانا بقول ان الجيش خد بييد الشرطة والجيش والشرطة خدوا بييد بعض هل الشعب هياخد بييد الاتنين والدنيا تمشي بشكل كويس الفترة اللي جاية بعد المشهد الرائع اللي شفناه النهاردة بنشوفه في الفترة اللي فاتت ده مطلب شعب ده مطلب الشعب الكله بينادي بيه الناس كلها لما فقدت الامن وفقدت الاستقرار رجعوا يقولوا فين الامن فين الشرطة فين الجيش والحقيقة هم يعني بيينوا قد ايه هم وطنيين وقد ايه خايفين على بلدهم واشنا كان لنا اللقاء مع الستاذ المشير عبدالستاذ تحكفي وقال ان مصر اا مش حمل تجارب نعم حد يجي اسقرب ولا حد يو nast подоб يعني اخدها في طيار او في مصار مختلف احنا احنا محتاجينهم وفاق على رجلي انام محتاجين كلنا لم تتعاون مع بعض فلازم الجيش والشرطة والشعب الفاعل لن يتعاونوا مع بعضه وإلا البلد دي هطيا طب الفنان عن الرمز شايف دور الفن زي بعد الانتخابات الرئاسية الفن لم يكن موجودا طوال التلات سنين اللي فاته أدى أعماله التقليدية العادية كأنها قبل 2010 مسلسلات رمضان فيلم هنا أو هناك لكن مش موجود مش مواكب الأحداث والله أستخير أن أقول حضرتك الحاجة هو البلد سنين اللي فاته كان الفن محرم أصلا يعني الفن والفنانين محرمين وكان قبليها كمان في عصر رئيس مبارك كان اهتماماته قروية الحقيقة ومعليش تسمحني كانت في السبير ويعني أكل عيش يوبير وكانت في الحاسر باستكاوي وضيء ده التعامل عايز حق في عصر مبارك آني أيوة أيوة طيب فيه أكتر من كده وزواج بقرار جمهوري بقرار جمهوري آآ اصبروا علي بس آآ صلح صلح بسرعة صلح بسرعة احنا أصلاحنا عاديين ثلاثة آآ بعدين انت هتقبل وتمشوا احنا هنكمل فصلح لا 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 إذا أنا عايز أقول إيه إذا كانت مستكاوي معاكو ده ماشي عبار اسألوا اسألوا عالماتش اللي عملناه السوا فاكر الماتش اللي احنا عملناه مع بعض أيوة طبعا الحمد بنامك بتاعك يا فندم ازاي ده تنوارت الدنيا فاكر الماتش كان مين اللي كسب في الآخر أيوة عارف عادي الحمد لله الحمد لله اللي أنا عايز أقوله إن ما كانش رئيس الجمهورية مثلا نشوفه بيروح يحضر مصرحيا أو مثلا يقوم رايح مثلا يحضر الفيلم الفلاني والحاجات دي ما كناش بنشوفها بالباوث لكن كان الحق يتقال أيام عبد الناصر كان بيشوف السينما وكان بيحب السينما جدا أيام السادات كان بيحب السينما جدا جاه الرئيس مبرد كان الحقيقة اهتماماته قروية وعلشان احنا أيضا بنحب الكورة وبنحب الرياضة فا يعني ايه مسامحين في اللي فان لكن الفترة اللي قابليها اللي قابل دي دلوقتي كان الفن محرم أصلا طب الفترة اللي قابل دور الفن هيبقى ايه لا انا 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 سمعت كلام جميل جدا 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 وهو قوض عظيمة جدا واهتمام كبير جدا بالفن وانا اعتقد ان ان شاء الله الفترة القادمة فترة هيحصل فيها مهد فنين وانا متأكد من دا ان شاء الله يعني متشكريني يا استاذ هاني ويا رب من على لسانك اعتقد ان انت بتوجي الرسالة لكل الناس ينزلوا النهاردة وبكرة علشان بجد يعني هذا يوم مشهود في تاريخ مصر عايزة اوجي سؤال بقى لكابتن حسن مستكوى كابتن ضيا السيد انا عايزة ارد على حاجة دور الفن فضل يعني برضو احنا بنسأل ساعات كده يعني دور الفن دور الرياضة الفن الرياضة الثقافة الادب السينما كل الحاجات دي دي قوة نعمة في ايد المصريين زي ما الامريكان عندهم هذي القوة النعمة استخدموها في العالم كله الهند اللي بقت بوليود او يعني فيها افلام انتاج افلام كبير ومشابه ناجيريا اللي بتعمل قلب فيلم تسجيلي كل سنة وبالا اتخذوا السينما العالمية عندهم بقى حرام احنا لازم نفهم ان الرياضة والفن والادب والكتابة والصحافة وكل دي قوة نعمة لازم نستخدمها لازم يبقى الفن بتاعنا منتشر وقوي وكل يوم زي ما الاتراك بيعملوا دلوقتي بحاولوا او بيحاولوا ياخدوا مننا هذه القوة في الشرق الاوسط فعلا احنا لا لازم نسترد هذه القوة من غير ما نقول هنعمل فيلم عن 25 يناير هنعمل فيلم عن 30 يونيو هنعمل فيلم عن انتخابات الرياضة انا نفس اقول تعليق يا كابتن حسن بس خايف يقول انك بتعمل دعاية انا بقول ان احنا في عز هذه الازمة اللي حصلت عملنا الدعاية وكان مرفوض تماما من اخوة المسلمين وترفع علينا اضايا لكن احنا اصرينا ان يكون هذا المسلسل فتح لطيار الاسلام السياسي والفنانين اذا ما كانوش عملوا عمل لكن كانوا راسل حربة في اعتصام وزارة الثقافة لمدة شهر كامل اللي منعنا فيه الوزير من انه يخش علشان يبقى الشعب ويبقى الرأي الاخر اللي اصده بس اللي اصده ان احنا كلما نعمل فن جيد ورياضة جيدة وثقافة جيدة وكتاب جيد ويروح للعالم العربي دي قوة نعمة احنا محتاجينها بس ان احنا نعمل حاجات جيدة بس يبقى توقف على رأس الدولة والنظام يوفر المناخ ويبقى مقتنح لان نبقى مؤمنين ان الفن قوة نعمة قوة مهمة جدا فيه مشوفوا المنظر عريس وعروسة شايف هذا المشهد الجميل العروسة الجميلة والعريس الجميل وبشرة خير مشهد ده هو ده الله على الورد وعلى الجمال وراحت على صندوق الانتكة بس سيدة زينب ده داين ندور ريحة مصر وبعدين ايه ده هو رايحين على اللجنة عشان انتخبوا حاجة بحاجة تزفح تبقى جميل لعروسة يعني زي حد تأخر على مصلاح عمد الله حد تأخر على عروسة من الهردة كفيه مشك جميل حاسم في احدى اللي جان في اسكندرية سيدة مصرية حامل راحت تنتخبوا وضعت نعم نعم خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني لهذا اليوم الجميل وهذا الحور الهراء يهضب لا يهضب نعم اشتركوا في القناة